هنروح شهداء الصحافي اللبنانية تفضل يعني اليوم متل ما بتعرفوا لبنان عبيمر بي أنا اللي بقولوا أصعب أزمي أصعب أزمي بتاريخوا مع الأسف ومبارح فقدنا ثلاث صحفيين أعزاء من مؤسستان إعلاميتين كمان عزيزتين على الإعلام اللبناني وبالإضافة لذلك قد تعرفوا الحرب على لبنان وجزء كبير أن هذه الحرب الإعلام شارك فيها وهيدا شيء منشوفه بكل الحروب وهيدا شيء نحن قلنا وحكينا عنه من مارون الراس بطلعت 12 تشرين يوم متل أنا كنت واستشهد عصام بنفس النهار أنه الإعلام شريك أساسي في هذه الحرب كما بتعرفوه في فوضى بلبنان في فوضى بالمشهد الإعلامي طويل عريض الأمور أكيد أكبر من الجميع بس البتكن تعرفوه أنه لبنان أكبر من الجميع ولبنان أكبر مننا كلنا سواء أنا حضرت مثل وصيقة مثل موقف يمثل وزارة الإعلام وفعتد أغلب الصحفيين والإعلاميين في لبنان ويمثل كمان موقف الحكومي اللبناني بهذا الموضوع والمؤتمر الصحفي اليوم طبعاً منصق مع دولت الرئيس نجيب ميقاطي لح أقرأ النص يلي عندي إيه وبعدين منحكي لأنه لازم نحكي مع بعضنا بكل شفافية وبكل وضوح اللبنانيات واللبنانيون يشن العدو الإسرائيلي عدواناً كبيراً على لبنان وهو يتربص بنا جميعاً والعدوان القائم اليوم بوجات داخلية واستثمارها لإضعافنا جميعاً بعدما أظهر اللبنانيون تضامناً مجتمعياً نفتخر به يضاف إليه وعي سياسي لدى القيادات والأحزاب راح يتبلور مع الوقت وهدفه الحفاظ على الوحدة الوطنية في هذه اللحظة الأحرج من تاريخنا والإعلام في صلب هذه الحرب إما أن يرتكي إلى مستوى المسئولية الوطنية ويساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وصونها وحماية البلد وإما أن ينزلك إلى الخلافات والتشنجات فيصبح خطراً علينا جميعاً حرية الإعلام بالنسبة إلينا وكما عهدتموني مقدسة أتمسك بها وأدافع عنها صحيح أننا في لبنان نتمتع بحرية التعبير وحرية الإعلام لكن هذه الأخيرة ينتف في هدفها ورسالتها حين تسقط في فخ الخلافات والسياسات الضيقة أو حين لا تترافق مع حرفية عالية وخبرة كبيرة في التعامل مع الخبر خصوصاً في زمن الحرب الرديء يواجه الإعلاميون اليوم صعوبات عدة ويعرضون حياتهم للخطر من أجل نقل الحقيقة وإصاله إلى الجمهور وهذه رسالة شكر وتحية لكل هؤلاء من دون استثناء ولكن يا للأسف يوجه العديد من اللبنانيين اللوم إلى الإعلام ويذهب البعض بعيداً ويقول إن الإعلام يخدم مصالح العدو وهذا ما هو في الغالب مبالغات الإعلام ليس مسؤولاً عن الحرب القائمة اليوم في لبنان ولكن عن قصد أو عن غير قصد يمكن أن يطفي الإعلام شرعية على هذه الحرب ويسهل مهمة العدو الداخلية بالرغم من ذلك لابد من التشديد على أننا لسنا أمام حرب أهلية داخلية لكي يقف الإعلام طرفاً فيها مع هذا الفريق أو ذاك ويساهم من موقعه في مجهود حربي ما إديولوجي أو طائفي وهذا بذاته إشكالي نحن أمام حرب يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان لبنان الأرض، لبنان الشعب، ولبنان التاريخ هذه حرب إسرائيلية على لبنان تأتي بعد إبادة غزة ومن موقعي وزيراً للإعلام أعرض عليكم رؤية وعنوين عريضة علّها تشكل مرجعاً للصحافة والإعلام مرجعاً وطنياً وأخلاكياً بالدرجة الأولى وهذه المبادئ تضع الإعلام أمام مسؤولياته وهي أولاً حماية المدنيين وهي الأولوية القصوى أي عدم الإنجرار وراء تحويل رسالتنا إلى مصدر خطر يجعل المدنيين عرض للخطر والاستهداف العسكري كما أن حماية المدنيين تتطلب حماية كرامتهم وعدم استخدام واقع النزوح واقع يساهم في إشعال نار الفتنة الداخلية ثانياً التحقق من جرائم العدو ونقل صورتها إلى العالم من أجل الدفاع عن لبنان والمساهمة في أرشفة التعديات وجرائم الحرب وذلك من أجل استخدامها شهادات في مقاضات إسرائيل أمام المحاكم الدولية ثالثاً التمسك بالمواكف الوطنية وأخلاكيات الصحافة المسؤولة والتي تتطلب منا صون التماسك الاجتماعي رابعاً احترام القانون اللبناني فيما يتعلق بالعداء لإسرائيل فالإسرائيلي عدو والإشارة إله بهذه الصفة هي التزام بالقانون اللبناني خامساً تفادي الإنجرار وراء الأخبار الكاذبة والمضللة وعدم استخدام مصطلحات يمليها علينا العدو الإسرائيلي فالعدو عدو وليس مصدراً موثوقاً به للخبر سادساً الحفاظ على السلم الأهلي من خلال تسليط الضوء في هذه اللحظات على ما يجمع ولا يفرق فالسلم الأهلي اليوم هو الحجر الأساس في مواجهة إسرائيل سابعاً الامتناع عن الرد أو التواصل مع حسابات الإعلام الإسرائيلي والتفاعل معها فالعدو يعمد بكل الأسليب إلى إقاعنا في فخ التطبيع فنبتعد عن الموكف اللبناني الرسمي ألا وهو العداء لإسرائيل بصفته موكفاً وطنياً سيادياً ثامناً الحذر من التعامل مع إعلام العدو بصفته مصدراً موثوقاً به وبالتالي ضرورة تفكيك مصادره ووضعها في صياكها بصفتها صادرة عن العدو وتفادي تبنيها على أنها حقيقة تاسعاً عدم الإنجرار ورشائعات والتنبؤات وعدم الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات فأغلبها إشاعات سياسية وتساهم في المجهود الحربي للعدو وهدفها نشر القلب والخوف والتخوين عاشراً الإصرار على مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية كافة البدء براقبة ذاتية جدية على محتوى ومضمون كل خبر ولتكن هذه الرؤية وهذه العنوين مدخلاً للتماسك الوطني ومجالاً لفتح نقاش بناء حول كيفية تعزيز الوحدة الوطنية وتوجيه الإعلام ليكون مساحة وسوتاً يعزز الصمود الوطني بدلاً من أن يكون ساحة للتجاذبات السياسية الإقليمية والداخلية مصالحنا الوطنية العليا سواء من خلال الإعلام أو على المستوى السياسي تتطلب قدراً عالياً من الحكمة في التعامل مع الأزمات وهذه واجباتنا تجاه البنان وتجاه المجتمع إن وزارة الإعلام ليست مسؤولة عن الرقابة المباشرة العقبية ولن تكون شرطياً رقبياً على كل تقرير صحفي نحن جزء من المؤسسات الرسمية وعلى المؤسسات الرسمية تحمل مسؤولياتها كل من باب صلاحياته بدءاً من القضاء ووصولاً إلى الأمن أمام هذه الأحداث أشدد على أن مسؤوليتنا ليست فقط قانونية إنما خصوصاً وتحديداً هي مسؤوليات وطنية ولعل دماء شهدائنا شهداء الصحافة والإعلام الذين سقطوا ضحايا إسرائيل وآخرهم من تم رصده واختياله بالأمس خلال نومهم في مكان اعتقدوا أنه آمن لعلها تكون أكبر عبرة لنا جميعاً بأن العدو لا أمان له ولا كواعد يحترمها من هنا أتوجه إلى كل صحفي وكل صحفية وكل أعلامي وأعلامياً ومغرد أو مغرد مسؤولياتكم الوطنية وليكن هذا النداء مرجعاً أخلاقياً لنا جميعاً دفاعاً عن لبنان وأبنائه بدي شير كمان على أنه الحكومة أخذت الإجراءات التي تقدر تأخذها والمتعلقة باغتيال الصحفيين ومحاولة قتل الصحفيين الآخرين بحصبية نحن صار فيه مبارح اتصال بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الموجودين خارج لبنان ووزارة الخارجية تقدمت ضمن صلاحياتها كمان بقول بشكوة وكتب إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان والمكرر الخاص لحماية حريات الرأي والتعبير في جونيف بعتقد كمان لا حيكون في شكوة على مجلس الأمن ومنظمة الإونسكو وكمان وزارة الإعلام كتبت لمنظمة الإونسكو بهذا الخصوص نحن مع الأسف لبنان ما أنه ما وقع اتفاقية روما تنقدر نحن نروح على المحاكم الجنائية الدولية وأنا بريد أنه الكل يعرفوا هذا الموضوع لأنه نحن دايماً عم نسأل أنه ليش ما منروح على هذه المحاكم وإلى آخرية نحن ما فينا نروح على هذه المحاكم بكل بساطة لأنه نحن ما وقعنا اتفاقية روما ولكن هذا ما بيمنع أنه عم نحاول أنه نلاقي نافذة أنه نفوت مننا بأنه نتشكى على إسرائيل بهذا الموضوع هوني كمان أنا بدي أقوله أنه الخطر يلي بيطال الصحافة المحلية الموجودة بلبنان هو بيطال كمان من إسرائيل الصحافة الأجنبية الموجودة بلبنان أحب أقولكم أنه نحن لحديث اليوم من 9 أكتوبر صار عنا 1638 صحافة أجنب هيدا رقم منو صغير عم نحكي عن 52 جنسية موجودة بلبنان فمنقول للمجتمع الدولي أنه هيدا موضوع منو مزحة ولا بالنسبة إلنا ولا بالنسبة إلون هناك مسؤولية مشتركة بهذه الحرب وبإيقاف هذا القتل وآلة القتل كمان اللي بحب أقوله أنه من أكد طبعا على علاقتنا المتيني مع المجلس وطني للإعلام ومع النقابات كل المعنية وكل المؤسسات الإعلامية على يعني جميع خلينيقول أنا عيتا وجميع تطلعات السياسية نحن كوزارة إعلام نفتخر أنه قدرنا نسجن علاقات طويلة عريضة ومتينة مع كل هذه المؤسسات ونحن نتواصل مع كل المؤسسة يمكن عليها خلينيقول ملاحظات أو لغة أو شكاوة وإلى آخره في موديع بتنحل ببيتنا الداخلة وفي موديع بدا تروح بطبيعة الحال على الأنم نحن بوزارة الإعلام أخذنا إجراءات معينة عم تمشغل بالوزارة ومنها أولا لحيصير في مكتب تابع للوزارة وموجود هو هون بمكتب وزير الإعلام لرصد كل الأخبار الزائفة وكل الأخبار يلي عم بتكب عم ترمي خلينيقول عم ترمي حرام وعم تعمل توترات طائفية وحزبية ومجتمعية وسياسية على منصات التواصل الاجتماعي لحيكون فيه فريق مرتبط مباشرة فيه ومرتبط بيه الوكالة الوطنية للإعلام عم نحكي عن شيء اسمه فاكت تشاك لبنان لح تبلشوا تشوفوه ولح تبلشوا نكذب كل خبر زائف ومنتمنى أنه متل ما الوكالة الوكالة الوطنية للإعلام عندها مصدقية أمام اللبنانيين وأمام حتى الصحافة الأجنبية والسفارات كلها لحيكون فيه هذه المنصة كمان ومنتمنى أن تتعاونوا معها لضحط كل الأخبار الزائفية اللي عم تعمل توترات بالبلد ثلاثة كمان عمنا اتصالات مع كل الأجهزة الأمنية من أمن دولة من أمن عام من مخابرات جيش من جرائم معلوماتية وشعبة معلومات كمان اللي رصد كل حدا عم بيوتر الأجواء بشكل خطير وبهدد السلم الأهلي والتعاون موجود وإذا أنتوا يعني ما بتعرفوا يعني ما بيبين على الإعلام شو عم بيصير إنما لأنه نحن مننا ما حدا يعني بدوا ياخد خليني يقول كريدت بهذا الموضوع بالعكس نحن بدنا نشتغل ونحن بدنا نحمل بلد ونتمنى أن تكونوا كلكون شركاء بهذا الموضوع بقول كمان أنه نحن من أسبوعين وزارة الإعلام أصدرت بيان وحكت عن مواد بالقانون يلي هني المتتين 295-296 من قانون العقوبات يلي بتنص على معالج كل من يضعف الشعور القومي أو يوقز النعارات أو ينقل أخبار كاذبة أو مبالغا فيها في زمن الحرب هيدا نحن طبعا مش وزارة الإعلام بتنفذ هيدا القوانين أو تاخد بيه تنفيذة وتطبيقة إنما فيه قضاء بلبنان ونحن ورا هذا القضاء أخيرا قبل ما نحكي مع بعضنا ويكون فيه كم سؤال كمان كان فيه كلام عن كيف دخل مؤسسات أجنبية مع جيش العدول الإسرائيلي على الحدود وأطعوا الحدود اللبنانية وفاتوا على الأراضي اللبنانية نحن وجهنا رسائل تحذير لكل الوكالات الأجنبية يلي فاتت على لبنان ووجهت أكيد عم نحكي عن لندن عم نحكي عن نيويورك عم نحكي عن واشنطن عم نحكي عن بيريس وأخدنا أجوبي بهذا الخصوص هيدا كمان مسألة بيسوى أنه تكون واضحة للجميع اللي بحب كمان هلأ قولوا أنه الوضع بلبنان طبعا يعني منه مريح نحنا بفوضى كبيرة كتير نحنا ما في شك مثل ما قلت أنه الإعلام شريك إيجابي وشريك سلبي كمان بنقل هذه الفوضى ونحنا أمام رسالة وحدة يا فينا نبني هالبلد يا بدنا نخرب البلد وشكرا معالي الوزير اه بس لحظة بس لحظة خلط اتفضلي معالي الوزير بيظل كل هالظروف اللي عام نعيشها والصحافة بعد عم تدفع ضريبة دم اوكي بس حذرتك خصصت شفنا 8-9 بنود بالوسيقة كأنه انتقاد للصحفية وعم تقول انه انتوا منكن جهة رقبية اه لايما كنت وجهت هالاشية للمؤسسات الاعلامية اه يلي يلي حضرتكم شايفين انه عليهم علامات الاستفام اه بالعكس يعني كل الصحافة عم تقوم بشغلة وبيظل هايدي الظروف يعني حتى لو كان دوركم رقيبة فيكم حجون للمؤسسات الاعلامية مش لاله هلأ السحافي يلي اللي قلته بكلمتي وبترجع بتقروها شوعة رواق انا وجهت تحية تحية للا الاعلام اللبناني كله سوا بالعكس اعلام اللبناني موجود والاعلام اللبناني محترف وانا اللي بقوله من اول ما بلشت هذه الحرب منقول انه الاعلام اللبناني كله سوا عم بيغطي بشكل كتير محترف هيدا ما بيعني انه ما في شطط ما بيعني انه البلد مقصوم ما بيعني انه الاعلام بيعكس هذا الانقصام مع الاسف بس انا البرجع بقولك ايه وبحب انه الكل يعرفوه مش شغلة وزارة الاعلام انه تشوف اذا هذا الخبر بيشكل خطر على الامن القومي وبيشكل خطر على السلم الاهلي او لا نحنا بهذا الموضوع ورا الاجهزة الامنية اللي لازم تتحرك وورا القضاء اللي لازم نتحرك نحنا منغطي القرارات اللي بتطلع من الاجهزة الامنية ومن من القضاء اللبناني بكل بساطة نحنا المخالفات اللي بتصير على المستوى قانون الاعلام يلي نحنا عم نشتغل من خلاله نحنا مستعدين انه ناخذ الاجراءات يلي لازم انتو تتخذ بث هون موضوع لازم يكون كتير واضح للجميع لانه دايما اهين شي بنكب اللوم على الحكومة وبنكب اللوم على وزارة الاعلام والمجلس الوطني للإعلام نحنا ما منتهرب من مسؤوليتنا بالعكس نحنا منضحش امام كل مشكل اللي عنا اياه نحنا نمشي قدامكم بهذا الموضوع نحنا حتى منروح ابعد من الصلاحيات اللي عنا اياها بس طالما عم نحكي عن اخبار ذات طابع امنى وذات طابع مخابراتي وعمالي وإلى اخره في اجهزة امنية بالعكس عم تعمل شغلة نحنا مندعيها اليوم انه تعمل شغلة للاخر وتروح للاخر لانه نحنا نحنا وراها بكل قرار بياخدوا اولا الرحمة على كل هالشهداء الشهداء الصحافي اللي عم بيقدروا ارواحهم وعم بيقدروا كل ما فيهم انه يقدروا يقدروا هالرسادة هاي لا شك انه الاعلام اللبناني اليوم التلفزيونات وكل مؤسسات الاعلامية انه عم تبزل جهد كبير كتير وعم بضحي ومستعدة انه تموت مش سعلانة في سبيل القضية القضية اللي هي معتنعة فيها هوني انا بدي اتمنى على البعض اذا كان صار فيه خلافات بوجهات النظر بين مؤسسة وبين التاني يأجلوا هالخلاف هلا الى ما بعد الحرب اليوم في اولوية في عندك حرب انت هلا انا بحب فلان والتاني بحب عائلتان والتاني مع او ضد هادا بحس اخر هادا مش اهمي مش وقت ولا هلا في نحنا اسرائيل بده تناد من كل اعلامية بالاخص لانه ما حد نفضحها بالعالم الا هالكاميرا هاي اللي عم بتصور كل الجرائم اللي عم تركتهم اربعين الف بين طفل وبين رجال اخلابيتهم من هالا الاربعين الف اللي قتلتهم بغزوية اللي عم تقتلهم بلبنانة في حوالي 2500 اطفال 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 ونزاء في بعد ما بعدهم بعدهم خلقانين بالمستشفيات ما خلوا مستشفى تلاتين مستشفى بقلب غزي وهي مبارح كان الوزير الصحة عم بيقول صاروا خمستعشر مستشفى عم بي مهددين بالتوقع وعب يجو عليهم على المستشفيات فالاسرائيل اليوم صارت الرأي العام بكل العالم صار مع الفلسطينيين صار مع قضية الحق هلا ما في شك انه في مصالح للدول تختلف عن مصالح الشعوب لازالك ان احنا عم ندفع هادا التمن بس هادا ما بيمنع انه نحنا بهالمناسبة هاي هالفرصة انه انه حينا الاعلام اللبناني وبالاخص هادول اللي عم يصروا الليل النهار عالتلفزيونات عم ما عم بيخلوا الخبر صغير او كبير الا يتابعوا وعم بعبدوا حياتهم للخطر باماكن يعني مانو متنين لأ بس هن بالنسبة في سبيل قضية اللي محتاجين فيها عم يعملوا وتمنى برجع مرة تانية انه اذا كان في من خلافات شخصية خليها لبعدين ما حدا هلا يعطي شهادات بحس للسلوك ولا بالوطنية نحنا هذا بقلد عظمته انه هو كل واحد حر يحكي البدوية واذا فقدنا هالميزة هاي ما في لبنان نحنا المتبيز اهم بلد بالعالم لانه نحنا صحيح انه عنا حرية رأيك وكل واحد بيعطي رأيه بغض النظر اذا كان عجبني ولا ما عجبك هيدا لبنان صحيح انا بحب للكم هلا كمان انه وزير عبدالله ابو حبيب بعاك لي هلا رسالة انه لبنان اتقدم بشكوى الى الامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الامن بخصوص استشهاد الصحفيين هون كمان بتكن تعرفوا كلكن سوا انه الصحفيين الثلاثة اللي يغتيلوا لانه هن يغتيلوا من ضمن جريمة حرب هني اكيد انتو كلكن تعرفوا انه كانوا سكنين بكمبوند في شليات في شليات بعيد كتير عن المناطق السكنية بمنطقة ما فيها عمليات عسكرية وهني استهدفوا هني ونيمين الساعة ثلاثة فهيدا شي بيقول وبيأكد انه اسرائيل ما عندها رحمة امام حدا وكمان ممكن تعرفوا انه في سبع مؤسسات موجودة كانت كل التلفزيونات اللبنانية وتلفزيونات عربية يعني انا حقيقة انه وقتا بشوف انه كمان يعني بيكون الام تيفي والجزيرة والمنار تلفزيون العربي والميادين كلهم مع بعضهم بالعكس منشوف انه في مكان ما في قضية مشتركة بتجمعنا معلش متل ما قال النقيب اكيد فيه حاكي كتير بعد هذي الحرب اكيد لازم نقعد مع بعضنا اكيد فيه امور مش ريكبي بالبلد بس نحنا ما عنا خيار حقيقة غير انه نكون كلنا مع بعضنا انا ديما بقول يمكن فيه ناس بيقولوا نحنا بمركب واحد معلش انا رحقول نحنا بعدة مراكب بس نحنا بعاصفي وحدة بالنهية اذا ما وقفنا حد بعضنا العاصفي لحتي اخدنا كلنا سوا معيك عادة عادة عن حدثك تقول انه لبناني بيتقدم بشكوى بس ما بيجي جواب طب هاي دي القلية يعني لانتا نحنا بالمنزل معلنا جواب وهيك طالما طالما نحنا منا اعضاء بيعني خليني اقول اه بالمحاكم الدولية والمحاكم الجنائي الجنائي لحنضل هيك يعني انت ماكسيموم بديك تاخدي من مجلس الامن بديك تاخدي ايداني وبديك تاخدي شو ما كان حتى لو اخدتي يعني قرار متل سبعة عش سفر واحد او متل ما بعرف اي قرار انتو بتعرفوا انه يعني العدالة دولية مع الاساس توقف عقب ويب اسرائيل وانا اذا كنا نحنا عم نتشكى على الامم متحدة الاسرائيلية عم بيقصفوا الامم متحدة بالجنوب يعني انو نحنا عم نتشكى على الناس عم بيكلوا قطني متلنا كاما كاما اشتركوا في القناة مرح väldigt واحد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة